قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف قال إن أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ هي إحدى أدوات الأزهر لتحقيق حلم السلام العالمي أضف شيخ الأزهر خلال استقباله سفيرة ليتوانيا لدى القاهرة أن الأزهر يستضيف أئمة المسلمين حول العالم على نفقته ويقوم بتأهيلهم من خلال برنامج معد خصيصا ليناسب كل مجتمع على مدار شهرين متواصلين من جانبه أعرب سفير ليتوانيا لدى القاهرة عن رغبته في أن تسفيد ليتوانيا من برامج أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة